السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية وعزن لشعب السوداني وتحية عزن وإجلال لقوات الشعب المسلحة وكافة المنظومة الأمنية من قوات مشتركة وشواء مخندقين مراطين مجاهدين وربنا يسدد رميكم ويستبت أقدامكم ولا نام تعين الجواناء والله أكبر نترحم على شهداء الواجب والجرحة والنفقودين إن شاء الله ترجعوا مدعافين بخير دي رسالة للشعب الأماراتي الشقيق وحينما أقول الشعب الأماراتي الشقيق أنا أعني ذلك الشعب لا يجر جريرة سلطاته أو حكامه لذلك أنا بدت أن أقول شعب الأماراتي الشقيق للأسف حتخش عليكم موجة بتاع التهجير غير عادية جدا وهذا متوقع وحنسكر لكم الأسباب في ظل تدخل حكومة الأمارات في كثير من شؤون الدول بالدمار والخراب والتآمر وتنفيذ وهي مطبخ وتدخل في شؤون بلاد كثيرة وسبغ منها اليمن وليبيا وغيرها والآن أخيرا في السودان طبعا تدفق كبير جدا من الأموال هي بتنفقه من خزينتها نحو هذا المتاجرة في الحرب وطبعا بقول لكم يا شعب الأماراتي للأسف بيطيش وسياسة حكامكم حتنهار هذه الدولة حتنهار كثير جدا وقبل ما تنهار هذه الدولة أو الدويلة هيهجر كل الشعب أو 90% من شعب الأمارات خارج بلاده وديكم الأسباب دويلة الأمارات كانت تحتمت على المسروقات من دول أفريقية اللي كانت فيها السلطة ضعيفة وغياب السلطة والأمن وضعيفة وفغيرة فقرة الشعبية كانت تنتهي هذه الفرص وتسرك هذه الموارد عبر زرع أزرعة وعبر دورة فرنسا مشتركة معاه في هذه المؤامرة الخبيثة والله عيب سرقة يعني أنتم بتاكلوا المال المسروق بدليل بعد ما دخلنا نحن دخلت في حرب السودان والسودان تصدى لهذه المؤامر وما زلنا نكافح إن شاء الله بإذن الله حتى نحبط هذا المخطط بإذن الله والسودان إن شاء الله حيرجع مدعاف بإذن الله حيرجع لجراعة وحيرجع لصناعة وحيرجع لكله حيرجع لتعليم وحنرجع لحياتنا الطبيعية بإذن الله ولكن أشيء البرجع ل نتائج التي ترجع لسلبية على حكومة على الدولة الأمارات وحيروف فيها الشعب المسكين للأسف بعد ما فقدت فرنسا هذه المنهوبات والسرقات بعد ما وقف الجيش والصدى لهذه المؤامرة وقطعنا على كل الإمداد وقطعنا على كل الطرق التي كانت تنهب بها الموارد كان من صنخ السوداني أو كان التيرانيوم أو كان الرمال السوداء أو كان ذهب وهكذا كان زرع الدعم الفضيع لسرقة هذه الموارد وكان شيء معروفة وكانت تنفق على الحرب تسرق مننا وتنفق على الحرب لذلك ما كانت متأثرة لكنه بعد ما قطعنا على هذا الإمداد وهذه السرقة هذا المكان الذي كانت تسرق منه أصبحت يعني هتنفق من وين هتنفق في ظل الاقتصاد العالم والزبزب كثير من الدول هتمسك نفسها ما هتنفق بسخايا فهي متأثرة هتنفق من خزينتها الخاصة طيب من خزينتها الخاصة هتعوض هذا الميزان الاقتصادي كيف تعمل توازع هتفرض ضرائب باهضة جدا على المواطن على السلع وشوف الكلام ده هيكون في بداية جانواري تونتفايف تونتفايف يعني الشهر الجايدة يا الشعب الأماراتي الله يعينكم هترفع الضرائب ممكن تصل دقة واحدة كده لأول مرة هتصل لتلاتين في المية يعني تمشي تشتري السلعة بمية درهم هتدفع مية وتلاتين درهم اشتريت بألف هتشتري بألف وتلاتين درهم فالراتب ما هيكفي المواطن الأماراتي وبسبب الضرائب البهضة هترتفع السلع وحتفقد الأمارات سوء كبير جدا اذا كان عربي او كان دولي لذلك حيكون الشعب في ضايقة غير عادية طيب هترفع الأمارات دعمها عن التعليم وعن الصحة وشاكة جدا يعني المواطن الأماراتي هيرجع يدعالج من جيبه الخاص او بطاقة تأمينية يكون مسبغة الدفع او من جيبه الخاص به عموما يعني فما هيقدر يعيش لذلك اتوقع في بداية جانوري 2025 هيتحجر نص الشعب الأماراتي خارج بلاده لانه ما هيقدر يطيق العيش في بلاده حيفقد تعليم أولاده صحته وكلام زي ده حيبيع بكله ممتلكاته او جزء من ممتلكاته ده الغالب اللي بيحصل يعني جزء من ممتلكاته لانه في واحد بيكون عنده أمل للرجوع عليه بلده ومهما كان بلده مهما كانت بتعمل له حساب فبيبيعوا جزء من ممتلكاتهم وبيهاجروا بلادهم من لهم الحرية يختاروا أي بلد يظنوا لكن ده الشيء المتوقع بقول لكم يا الشعب الأماراتي انتوا داخلين على موجة كبيرة جدا جدا اللي يعينكم عليها بسبب سياسة حكومتكم الفاشلة وتدخلها في شؤون الغير دولة الأمارات لو كانت شافت حالها وحال نفسها وإصلاح شعبها ممكن كان كلها تكون قبلة للناس يعني في البزنس في الاستثمار واشياء زيدية لكن اللي هي اشتغلت في ما في حرامي ولا ناهب ولا فر من بلده بأموال ومنبوث في بلده وإلا وجد دولة الأمارات هي فاتحة الزراع وفتح عليه والبيزنس ويفتح سجيل تياري في ثلاث دقائق أونلاين ويصبح رجل أعمال وهو في بلاده مطارد ونهب وسرق وسوى وسوى أصبحت مكبل النفايات دولة الأمارات هي مكبل النفايات الله يعينكم يا شعب الأمارات وده شيء متوقع من محطيات زيب الناس بتحليل التحليل الاقتصادي والسياسي فده علم كبير جدا اسمه علم التحليل الاقتصاد و الله يعينكم الله يعينكم الله يعينكم بسبب تهور حكامكم سوف تشوفون أشياء بصراحة ما بتعجب انتظروا نيو يير توساوزن توينتي فايف فاصل جانيوري وكما تدان كما تدين تدان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزيلا المتابعين وقناة الأخبار 24 يصعد الله صباحكم وصعير وخاتيكم بكل قير لهم صل وسلم لا سيدنا ومحمد لا أبتل السلات واتم التسليم الرحمة والمغفرة لشهداء ماركة الكرام من الاسكرين والمدنيين الشفاء العجل الجرح وعود حميد للمفقودين فسأدو مجلس سيادة الانتقال مساعد القائد العام الفريق مهندس باهري المستشهر إبراهيم جابر بالرسالة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة لحس المانهين الذين تأهدوا في مؤتمر باريس المنعقب في أبريل الفين وارب وعشرين لدعم الجهود الإنسانية وتسهيل الأمل المنظمات التي تقدم العمن الإنساني للشعب السوداني جاء زالي لتا مقاتبته بفندق كورال الملتقى التنويري الثاني للاستجابة الإنسانية الذي نظمته اللجنة الوطنية المشاركة للتواري الإنسانية وأكد سيادته إلتزام حكومة السودان في كل قوانين والقانون الدولي الإنساني والمبادئ والمواثيق الدولية خدمة الإنسان والإنسانية موضحا أن حكومة السودان بادرت نتيجة للحوجة المعسى التي تمر بها البلاد تفتح معابر بها فيها معبر أدري مهتمنا للملاشي المتمرد في سعاد في استخدام المعبر مضيفا أن حكومة فتاة أيضا سبب مطارا للتوصيل للمساعدات الإنسانية وتسهيل حركة وكالات وموزفي الأمم المتهدة إلى ذلك أرى بعض مجلس السيادة الانتقالي إبراهيم جابر أن شكره وتقديره لكل من وقف مع الشعب السوداني من الدول الشقيقة والصديقة ووكالات الأمم المتهدة ووكالة وكل الحادبين على القتمة السودانين خاصة بالشكر بالرئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفا كير ميارتل التنسيقية مع رئيس مجلس السيادة الفريق روكون عبد الفتاح البرحان لسما بالنقل المساعدات الإنسانية بالنقل المساعدات من مدينة جوبا إلى ممتار مدينة كادوكلي ويسال للمحتاجين مبنيا أنهو تجري حاليا عملية لإسقاط الأممنات غقرة في جوار كادوكلي إلى ذلك أشاد أعوذ مجلس السيادة بمساحمات المنظمات الوطنية التي تقوم بقوز المواطنين السودانين الذين يتعرضون للقراب والتحجير بأولاة الجزيرة والذين لجعوا إلى فاو والسباق والشندي وحلف الجديد خالص الشكر وتقدير رزيزي المتاوى فطلا وليس أمرا لا يكشير ومتابع للقناة لإسلك كل جديد في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنسر للقواتنا المصلاح